موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهدين كرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي جاي تشوفوها بأسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم على الأرقام اللي داي تشوفوها بالأسفل في حال ما تأمن الخطوياكم لأي سبب إن كان تقدرون تتواصلون إيانا على رقم الواتساب المخصص البرنامج الرقم الأخير لبصف وإشارة الواتساب برسالة مكتوبة أتمنى تكون الرسالة متبعة بالاسم والمكان حتى نعرف اللي كتابلنا منه ومن وين وشنو يريد برسالته ونقراها بالدقائق الأخيرة إن شاء الله بحلقة هذا اليوم مشاهدين الكرام نبدي حلقة اليوم وأول ملف بيانا بحلقة هذا اليوم هو ملف الصحة هذا الملف صار الملف المقيم بحلقات برنامج صوتكم ونحكي هنا بهذا الملف عن محافظة البصرة عروس الخليج العربي اليوم تعيش آي المحافظة بنكبات هواية وبالصحة عندنا مواطنين ينتقدون إغلاق المستشفى الجمهوري بالبصرة أبوابه أمام الحالات الطارئة وانتشرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر لنا بيها الحالة الفوضى أمام مستشفى الجمهوري بالبصرة بسبب إغلاق باب الدخول لردهة الطوارئ من قبل إدارة المستشفى من دون معرفة الأسباب وراء هذا الغلق خلونا نشوف بعض اللقطات المصورة بالقرب من المستشفى الجمهوري في محافظة البصرة والفوضى اللي موجودة أمام ردهة الطوارئ طائحة بلقاء وما حد دخلها وما حد دخلها وهذا باب الطوارئ مزدود وهذا باب الرئيسي وهذا الزلم هنا موجود مزدود كله وهذا الواجب عنده مرضى وهذا باب الرئيسي وهذا الزلم عنده مريضة هنا لما حيطبه أبدا ما حيطبه بهم أهلا بنا صورها تنديتك بالواجب الله أكبر الله أكبر باع المرأة طاحت وسادين باب مسجفى الجمهوري الله أكبر الله أكبر هذا الحال أمام مستشفى الجمهوري اللي سدت أبوابها بدون سابق أنذار مستشفى سد أبوابها ليش مستشفى تعزل ليش المستشفى مو دكان حتى صاحبها يسد الباب ماتا وينزلي كبنك ويقول للجماعة روحوا خلصت عزلت خلاص دوامي بعد ما موجود آني تعالوا لي باتشر هاي مستشفى نحن نبقى بالبصرة وتلكوا العمل بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة مثير للجدل وباقي محافظات العراق نفس الشي أحد الناشطين انتقد سوء إدارة مستشفى الجمهوري وتخبط القرار بسبب أنهم أغلقوا المستشفى أمام الحالات المرضية بذريعة الصيانة دون سابق انذار للمواطنين مما فاقم من معاناة المرضى خلونا نشوف تناء على مناشدات المواطنين بأنهم مستشفى البصلة الجمهور العام الطوارئ مالتها مغلقة أمام المرضى والمراجعين عزال المتجاهدين استفسرنا من الأخوة العاملين بهاي المؤسسة الصحية قالوا عدنا صيانة بالطوارئ ومدة العمل عشرين يوم يفترض من مدير عام صحة البصرة ومدير الإعلام مدير الإعلام مات ينزد تنويه لدى المواطنين بالبصرة الناد جاي تيجي حالة طارئة وخطرة ما جاي يدخلونها بالتالي كانت 35 سرير هسا اليوم أصبحت الساعة سيطنع السرير ستة نساء وستة رجال وبالتالي اللي يجيب حالة طارئة بعد ما يقدر الروح الغير مستشفى يفترض من جنابكم كدائرة كإعلام تنشرون تنويه للناس هسا الدنيا محترقة وأكون مرطاحت وبجاة يستقبلون الحادث طبعاً وبجلطة وبقية الأمراض وما شابه ذلك والمزمنة والحالة طارئة والمتخربط ما جاي يدخلونه فالسيد مدير عام صحة البصرة فترة العمل عشرين يوم يفترض يكون أكوشفتي اللي اندخلوا هسا بالطوارئ اللي العمل جوه ما لقيت عمل متواصل على مدار الساعة عشرين يوم طوارئ مستشفى طوارئ هي واجهة المستشفى هو من الطوارئ يدخل ويصير عدة رقود شلون عشرين يوم يفترض سويها عشب تيام هذه عدة قسم القسم الثاني هم نتخليه عشرين يوم مشده وتفتحات هذه مشكلة شبيرة جاي نعاني منها تلك الصحة في البصرة هو يقول المفروض إدارة الصحة تنزل تنويه لا أخويا لا لا تنويه شنو احنا ما عندنا مراجعة ومعاملة انت تتعاملوا يا أمراض اكو صيانة بردهة الطوارئ على عيني وراسي مقبولة بس بالمقابل المفروض اكو بديل يعني ردهة الطوارئ لازم قبل ما تبلشون الصيانة تنقل إلى مكان ثاني حتى لو ينجبر المستشفى أن يفتح ردها الطوارئ مؤقتة لازم أكو بديل للطوارئ انت تتعاملوا يا أمراض والمرض ما بي ما بيانتظار يعني لما نقول للناشط أبو المستشفى أو العاملين بالمستشفى أنه نستقبل حالات الجلطة وحوادث السير زين البقية شنو واحد عنده ذبحة صدرية واحد تخربط هبوط بالضغط واحد صار عنده خلل في في المرارة أو غدد الصفراء أو القنوات الصفراء واحد عنده التهاب الزائدة الدودية هذا ينتظر ينتظر عشرين يوم انفجرت الزائدة الدودية شون أنا ليس طبيب بس هاي أشياء بديهية نعرفها أشياء تسبب خطر على حياة الإنسان وانت صحة ما المفروض تعزل بس هذا عراقنا هاي شاير شكوا شي بي غلط دي يصير بالبلد مستشفى سد الطوارئ سد وخلصوا علشانوا نفتحها المستشفى عدكم صيانة تقدرون تشتغلون ومفتوحها المستشفى الطوارئ بها الصيانة نقلوها لمكان ثاني والحد ما تقلص الصيانة ما عدكم ورجعوها طابق من طوابق المستشفى تستغلون منتصف هذا الطابق نصف لأغراض الطوارئ تخلص الطوارئ وترجع الأمور كما كانت عليه بس الجماعة لا يقول لك نسد ليش يطبوا لنا مرضى المرضى مو مهمين المهم الصيانة اللي موجودة بالمستشفى وعشرين يوم والمستشفى ما المفروض الصيانة بها تصير عشرين يوم وقال كل ما قال المفروض العمل بشفتات صبح ظهر عصر مغرب عشة ليل المستشفى بها عمل المفروض راضي البصراوي على الجميع يفهم مدير صحة البصرة أو يفهم أنه نايم مهدي ساعدي لعد وين تروح ميزانية وزارة الصحة أبو حيدر البختر يقول والله المستشفيات بالعراق وبالخصوص الوسط والجنوب فاشلة الحكوميات لا علاج ولا إنسانية ولا رحمة أما علي مولود يقول معروفة الجهات اللي ما تريد واقع الصحي والخدم يطور وكل سياسيين شراكوا ياهم على تدمير هذا البلد بس الشعب بش وكت يصحى ما أعرف هذه كان كلمة الأخ علي مولود مشكلة الصحة مع حياة الأنسان واللي يتعامل ووضع والإنسان واللي يتعامل مع صحة الإنسان لأنه هذا الملف به حياته موت هذا الملف بخطورة على الإنسان وبأهم هي على الإنسان من المفترض ظنه اكو وزير صحة ومن المفترض ان يكون وزير الصحة طبعا من الكوادر الطبية او الصحية ما يكون من خارج هاي الكوادر طبعا الله اعلم لانه بالعراق اليوم كل التعيينات ده صير مشترة فحتى وزير الصحة يقدر يشتري المنصب ماته اضافة الى المحسوبية فحتى وزير الصحة يجيب محسوبية اضافة الى الفلوس اللي يدفعها هذا الوزير هنا وهناك فيريد يعوض فيبدي يشتغل بالكوميشنات ويبدي يدعم الاهلي حتى يعوض اللي يدفعها حتى يصير هو وزير اما بالحالة الطبيعية والصحيحة المفروض الوزير لما نصير هي تحالة نلقي طاير من بغداد للبصرة ويوقف على راس العمل بنفسه حتى يتأكد انه الناس متعاني بس هاي لو كنا في بلد يحترم الصحة كذلك وزير التعليم لما نشوفها للمدارس العراقية يروح بنفسه حتى يطمن على كل مدارس العراق هذا لو كنا في بلد يحترم التعليم وكذلك وزير الكهرباء وزير الزراعة وزير الري وزير الموارد المائية كل هاي الوزارات المفروض الوزراء هم على رأس عملهم ويتابعون الاشياء اللي تتبع لهم واي شيء الى صفة حكومي الوزير المفروض هو الدعم الاول لكن بالبلد اليوم بالعراق اي شيء يحتمل او يحمل صفة حكومي ما لا دعم مستشفى حكومي خارج دعم الحكومة مدرسة حكومية خارج دعم الوزارة مستوصف حكومي خارج دعم الوزارة مزارة او اراضي تابعة للدولة خارج دعم الدولة كلمة صنعة في العراق وهي المفروض الاهم خارج متابعة الحكومة او ما نسمي نفسها حكومة بالمقابل ما شاء الله عدنا وين ما كوشي بمشكلة حتشينا عن مشاكل ملفنا الثاني راح نحكي به عن قضية هي مصيبة ونبدي من بغداد عدنا مواطنين نوثقوا نشوب نزاع عشائري بمنطقة الرشاد بالعاصمة العراقية بغداد واللي تم استخدام كافة انواع الاسلحة بهذا النزاع هذا كل دا يصير بوقت الدولة وهيبتها وسيادتها بضعف شديد اما اجهزتها الامنية وحدث ولا حرج عن اجهزتها الامنية عاجزة كل العجز عن وضع اي حد لهاي الظاهرة اللي تهدد حياة العراقيين واللي من المفترض حسب القوانين انه يتم التعامل وياها كما يتم التعامل مع الارهاب تعالوا نشوف منطقة الرشاد هذه منطقة بغداد هذا اللي يشوف الفيديو بدون ما يقرأ الكابشن يقول كوريا شمالية هجمت على كوريا الجنوبية هذا الفيديو لما يشوفه واحد بدون ما يعرف القضية شنو يقول اميركا رجعت هجمت على بغداد مرتلوخ على العراق هذا كابشن اللي يشوفه سيقول حرب بين دولتين اوكرانيا وروسيا هذا هذا مو ببغداد عيني وزير الداخلية تدري اكون اذا عشائري بمنطقة الرشاد وشمرات عصى منطقة الرشاد عن وزارتك يعني الكوادر الامنية والناطق الرسمي بس العمليات وغيره وغيره يدرون اكون نزاع عشائري لو مير ويدرون الكمل هائل للاطلاقات اللي تم استخدامها بهذا النزاع بعديا اللي دا يتعاركون ببيناتهم اش دعوة شكوا اش صاير واحد يفهمنا شن الموضوع ليش شتعاركوا ليش الجماعة بالرشاد متعاركين بهاي الاسلحة ورمي ما شاء الله مدى يوقف وش قد طول هذا النزاع وقدروا يسيطرون علي الو لا ولو القوات الامنية احنا اكتشفنا بعد عمل الكثير من حلقات صوتكم اكتشفنا ان القوات الامنية ما تقدر تشتغل الا بالمظاهرات اما ناس شاي لسلاح ما يقدرون يوقفون بوجههم اما بصرة الخير بصرة النخيل ناجد المواطنين للجهات المعنية ان يلقون حل فوري وعاجل لظاهرة الرمي العشوائي اللي حتشينا عليها هواية بسبب غياب تنفيذ القانون ضعف الاجهزة الامنية ضعفها في الحفاظ على حياة المواطنين ضعفها في الحفاظ على هيبة الدولة وطالبوا المواطنين ان يتم سحب السلاح المنفلت طالبوا ايضا ان يتم حاسبة كل من يقوم باطلاق الرصاص بشكل عشوائي وفي جميع المناسبات خلونا نشوف الان الساعة بالوحدة بالليل وراح اصير بثنتين بالليل ومثل ما يشوفون العوائل والاطفال والشباب منزعجة من قبل الرمي وبالتالي مرارا وتكرارا فتشتوا ردتوا عالشتوا اشتريتوا وما تخلصتوا من قضية السلاح ونزع ما معقول احنا اليوم عوائل مزعوجين المجتمع مزعوج فاز العراق احترق الجو الامر تجابة ترمة صار عندنا فات حرمة صار عندنا عرص رمة هذا استهتار بحياة المدنيين بالعراق كافي السلاح ضال منا ومنا بالشوارع ازعج انك عوائل عندنا مرضى عندنا اطفال كافي دولة الرئيس ترى مليانة بالقرآن مليانة الان الساعة بثنتين بليان وما هايدي ما تحط اشي الاسلاح وتنفت منه ومنه والسلاح جاي ينباح تحت انظاركم بالفيشبوك بالقروبات بالواتساب بالفيشبوك جاي ينباح السوق المفتوح ما معقوله هذا عبذ بحياة المواطنين شكت حتشان على قضية الرمي العشوائي بس اكو شغلة الاخ الناشط احنا نساها قال اللي فوز اذا فاز المنتخب يرمي اللي مرتجيب يرمي اللي عنده مناسبة عرس يرمي اللي عنده فاتح يرمي ونسيت اللي صير وزير يرمي واللي صير مدير عام يرمي واللي صير رئيس برلمان يرمي واللي صير بالحماية يرمي ذولة نسيتهم فاحنا نذكر الناس بيهم واذا واحد يجين يقول لي لا المسؤولين والمتنفذين ما لهم علاقة بالموضوع احب اقول لي شوف حكومة السوداني لما استوزرت وشوف الوزراء مالتها وروح شوف وزير تربية رمي وزير ما ادري شنو رمي وزير موارد مائي رمي هذا اللي دي يصير اليوم بالعراق المشكلة اللي دي نحكي بيها الرمي العشوائي اولا هدر للمال العام ثانيا ضياء لهيبة الدولة ثالثا ضعف القانون وانتشار السلاح بشكل غير طبيعي ادي الى ارتفاع نسبة الجريمة رابعا لما نتعيش ببلد الاسلاح منفلت بيه ودولة مائلها هيبة ومرتفع بيها نسبة الجريمة نسبة الخطر الزيد الخطر على حياة المواطن الخطر على حياة الناس لانه الطلقة ما تعرف واحد قاعد ببيته لو مو ببيته اكو فيديوواته هواية نشروها الناس واحنا طلعناها بصوتكم هم بداخل منازلهم والاطلاقات طبت لبيوتهم فاني اريد اسأل الجهات المعنية من وزير داخلية الى وزير دفاع الى قائد عامل القوات المسلحة الى رئيس وزراء الى اعضاء اللجنة الامنية الى مسؤول اللجنة الامنية الى اعضاء اللجان الامنية بالمحافظات الى المحافظين اش وكت تهتمون بحياة المواطنين اتمنى جاوبون على هاي القضية الناس لما شافت هذا الفيديو علقت وغير من الفيديوهات علقت على موضوع الرمي العشوائي والنزاعات العشائرية ورزقار يقول لعدوين القوات الامنية بس قادرين على الفقير دق مداهمات شنو هذا السلاح والرمي العشوائي يروح بها ناس فقرة وعمار الحلو يقول ادنى جيش وشرطة مليون ونص منشوفهم بس بالاستعراضات وقم المظاهرات وثامر معارج يقول من امن العقاب ساء الادب غياب الردع القوي من قبل الحكومة وكريم الحساني يقول اين القانون يا حكومة الاطار الى متى هذا الانفلات الامني المشكلة هي مو بس اين القانون يا حكومة الاطار اين القانون يا سياسين ويا كتل ويا احزاب يجيك واحد ويقول لك احنا دولة القانون والدولة بلا قانون وكلها تحكي بالقانون والدولة بلا قانون ويجي واحد ويقول لك احنا نبني والعراق بس هدم ويجي واحد يقول لك احنا تقدم والعراق راجع لي وراه ويجيك واحد يقول لك احنا تحالف العراقيين والعراق مبيوع للدول الجوار وللخارج دول الجوار اقصد ايران ايران وامريكا ويجي واحد يقول لك احنا الحكمة والسياسة البلد ما بها حكمة واذا ترجون على مسمياتهم فمسمياتهم جميلة من تجي تسمع دولة القانون تقول يا الله دولة بها قانون بس بلد ما بيقانون يجي واحد يقول لك احنا احنا نجينا حتى نبني هذا البلد ونعمر ويقول يا الله رح نشوف شي جديد وتباوع بس هدم ودمار وتجريف واستيلاء لما يجي واحد يقول لك احنا دولتنا تقديرها الحكمة زيان الحكمة وين الحكمة بارتفاع نسبة البطالة الحكمة بارتفاع نسب اليد العاملة الاجنبية الحكمة بانه الشعب ناقم الحكمة انه الشعب جوعان وحتى الحصة التموينية متوصل الحكمة انه الرواتب بالعراق اليوم لا ما تتناسبوا يا المعيشة الحكمة اليوم لما نالكسبة ما يقدرون يعيشون الحكمة اليوم لما نكون نسبة الفقر بالعراق اعداد هائلة جدا الحكمة لما نكون نصف شباب العراق متعاطي للمخدرات الحكمة لما تكون البلد بلد تنتج وتزرع فيه المخدرات اضافة الى التصدير اللي يجينا من الخارج القانون لما نكون المنافذ حدودية مسيطرة ببيد احزاب وبيد ناس القانون لما نكون النفط مل البلد القانون لما نكون اكوهدر بالبلد هاي هذا العراق بس مسميات ويطلعون بالتلفزيون ينظرون وعلى هفوة وحدة تطلع كل فضايحهم مثل ما طلعنا البارحة مدير عام شركة فلاي بغداد او المدير التنفيذي شركة فلاي بغداد اللي كشف انه الشركة عدها عقود ويجيش الاحتلال الامريكي لنقل جنود الاحتلال الامريكي بمعرفة الحكومة في بغداد ما اكتصال طيب الكل يعرف قضية محاولة الكتل السياسية والاحزاب والمتنفذين من بعدهم واللي عنده ظهر منا ومنا واللي ما محترم الدولة وبعدها المواطن محاولتهم للسلاع على اراضي المواطنين والدولة على حد سواء هذا كل لدي يسوه من اجل منفعتهم الشخصية البحتة بعيدا كل البعد عن منفعة الوطن والمواطن راح نبدي ملفنا بهذا الخصوص من كربلة عدنا ناشط من المحافظة يوثقنا تجريف اراضي بالمحافظة من قبل جهات متنفذة تحاول ان تستحوذ على هاي الاراضي بشكل مخالف للقانون والذريعة صارت معروفة للكل انه هم دايستحوذون على هاي الاراضي بحجة الاستثمار تعالوا نشوف الناشط شي يقول وكيد هاي دا شوفون ناية الضغط العالي الضغط العالي اللي مار منها اللي وصلنا انه شخصيات تدعينا برأس الوزراء وشخصيات متنفذة تحاول الاستحواذ بصفة رأس الوزراء وهذه الشخصية مجامية تدخل على الاراضي بصفة رأس الوزراء ويخطن هاي رسالة الى السيد رئيس معكمة السناء في كربلة والسادة القضاة التحقيق بالموضوع والتحقق ايضا وايضا الاخوة النزاع شون يتم الاستحواذ على ارض وهي طاب بيها انه الاسلاك الكربائية والضغط العاري ويتعتبر من مؤارض الدولة بنفس الوقت انه هاي الارض شون يعني قدر يستحواذ عليها بصفة انه رأس الوزراء او بصفة حكومية اكو اراضي بالدولة يسموها اراضي محرمة هي اللي بيها السكك القطار اللي بيها انابيب النفط اللي بيها اسلاك الضغط العالي لتمديد الطاقة الكهربائية او لاصال الطاقة الكهربائية واكو هواية من الامور اللي تدخل من باب الاراضي المحرمة على الاستثمار والاستملاك والاحتكار وتعتبر اراضي تابعة للدولة اما اليوم بالعراق بنشوف قطعة قاع بها انابيب من النفط وتطي ايجار الوزارة الواحد لاني يقول هاي القاع ماتي وعدنا قاع بها اعمدة اعمدة كهرباء ضغط عالي واسلاك ضغط عالي والوزارة تطي ايجار الى مواطنين لانه المواطني يقول هاي القاع ماتي وعدنا قياعين بها ستشة القطار وعدنا ستشة جمال القطار بنص المناطق زين ذني القياعين من اللي نطل امر ان يتم الاستلاع عليها ذني مو اراضي تابعة للدولة اذا الدولة مدى تحافظ على القياعين مالتها على الاراضي مالتها شون راح تحافظ على اراضي الناس تعالوا نشوف اللي صاير بمحافظة ذيقار اشتكى ناشط من الناصرية محاولات احزاب وجهات متنفذة ان تستولي على المسطحات وين بكورنيش الناصرية الكبير بذريعة الاستثمار وحذر ان الاستثمارات العشوائية بالناصرية خصوصا على ضفاف نهر الفراد تسبب مشاكل شبيرة على الرغم من كسرة المناشدات السابقة حتى يشيلون التجاوزات على الكورنيش لكن هاي المناشدات ما لاقت اي اهتمام واستجابة من قبل الجهات المعنية لسبب انه اللي دا يتجاوز على كورنيش الناصرية هم الاعزاب والكتل السياسية فما يقدرون يشيلونهم تجاوزاتهم على البناء الواقع بين جسر الحضارة وجسر الناصر وهو المجمعات التجارية والمطاعم والكوفيات الموجودة على ضفاف نهر الفراد هذا طبعا يكون محرم 16 متر وهو ممنوع استثمار داخل محرمات نهر الفراد بس الحقيقة ها تشوفون هذا الكورنيش وتوقف توقف شنو اكو مجمع ناد كوفي ومطعام احنا ما يذكر اسمه ابنان المحافظة قال كلها تدريبي من تابع هذه الشخص التقيت انا طبعا التقيت والامين العام حميد الغز ببغداد واكدت على هاي البناية قال انا وجهت المحافظ بازالة البناية وتجاوزات يا سيدي الامين العام بقيت خمس سيام بالناصرية وهاي البناية ما شويته يعني المسؤولين من يتكذبون عيب هاي عيب احنا نقلكم والبناية حد هاي اللحظة وهاي موجودة والصرح هاي شوفها توقف العمل بكورنيش الناصرية تجاوزات بالجهتين بصوب الشامية بصوب الجزيرة هاي البناية تكيلة باقعة لحظة وين التوسعة لا شارع النار مسعينة لا كورنيش الناصرية مسعينة كامل المليارات هذا كورنيش سارع على خمس مراحل مرحلة رمي حجر مرحلة تصفيت مرحلة الصاب ومرحلة تطبيق احنا نعرف السيست مالي كل مرحلة تخصص مالي طبعا هوا احنا اللي يبدل الفساد يعني الفساد وين على عدة مراحل كل مراحل يعني من 2021 كل سنة تخصصوا لموازنة وضابط الموازنة تنمية القالم طبعا هاي كورنيش اذا قبط احتمادها هيوصل 100 مليار بالناصرية والحد الان الناصرية ما مستفادين لان ما طول اكو بنايات تجاوزات ضفة ينر فرات ما راح تستفاد العوائل صادروها المنتزة مساعة 2000 متر صغيرة يقلنا يا الله بكت الله ساعدنا كورنيش متنفس بس اذا تشوفها ازيان اذا العوائل منها تيجي شوفوا البنايات هاي العوائل منها تيجي على كورنيش يا الامين عام يا محافظة يقار قائم من قام الناصرية يعني انتم اكو كتب صادة بازالة تجاوزات والتعارضات على ضفاف نار الفرات وانت مدير بلدية نفس الحالة مصدر 26 كتاب بازالة حد الان ما طبق فقط المحافظة والمحافظة ان فلشتوها النزاة صدرت عليها قوم بتحقيق لانشكل لكم شون فلشتوها بدون عرضها مزايدة مناقصة لان بيها املاك تابعي الدولة هاي البنايات ديش بنظمة بدور باقي على وضحها مساكات من عالية ازالة والحد الان طابقه وعده ما ازلتوها فقط 26 تجاوز التعارض على ضفاف كورنيش الناصرية اذا ادتم على هذا الوضع خوف ابنين منتج سياحي عليها بسي افضل ما يعني كونيش اعسر وقت الكوفيات والمطاعم ابنين المحافظة ما اعتسبان معده 26 كتاب غير مدير عام حوك ما شاء الله او بالاحرام وحوك غير مدير عام الى هيبة لانه هيبة الدولة ماكو 26 كتاب بالازالة ومحد ينفذ الخلل وين بالمدير لو باللجواء لو بالهيئات التنفيذية لو بالمتجاوزين تعرفون شنو اللي يصير بالعراق هذا الكوفيات اللي طلع لكم اياه صاحبة فد واحد هذا الفد واحد عند عرف او يجوز هو بحزب او كتلة مثل ما قال منظمة بدر عدها تجاوز على نار نار الفراد بالناصرية قالوا حجينه المدير العام صدر علينا قرار باللزالة عوفو ما عليك بي الحج يشال التليفون اذا تزيل هاي البناية شوف شي صار شي صار لك هذا اللي دي يصير بالعراق اما ببغدادنا الحبيبة اهالي ناحية حماميات بتاجي ناجدون الجهات المعنية ان تدخل لمنع ازالة والاستيلاء على الملعب الرياضي بالناحية من قبل جهات متنفذة بذريعة الاستثمار واللي العراق ما دا يشوف شي من الاستثمار ولو حول اهالي انهم راح يظاهرون وراح يعصون مدنيا بحال الاستيلاء على الملعب الرياضي اللي يعتبر هو المتنفس الوحيد لشباب المنطقة وحملوا الجهات الحكومية بالناحية المسؤولية الكاملة خلونا نشوف الموضوع كالتالي اختصاب ملعبنا اللي صار له أبا عن جد جد تجهات خارجية من خارج المنطقة باسم القانون وباسم محافظة بغداد جابوا كتب غير رسمية واختصبوا ملعبنا من يرضب هاي المظلومية احنا نوجه رسالة للشخص اللي يجي يريد ياخذ هذا الملعب على رقابنا من انطه هذا الملعب احنا كشباب على رقابنا من انطه هذا الملعب ليش؟ لان هاي مظلومية الشباب الحكومة شنو قدمتونا انت بدل ما تجي تأسس الملعب هنا للرياضي للشباب تجي تقتصب من عندي ملعب هاي مستحيلة ما نرضى به نرجع الى دور نواب شمال بغداد اللي نايمين الف مناسدة تزينانوا بهذا الخصوص نايمين نتصل عليه ما حد يجاوبنا بس وقت الانتخابات يعرفوننا والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما نسكت وباقين ورسالة ثانية الى السيد قائم مقام التاجي خليه يجي يحضر هنانا ويبينينا شنو السبب اللي اخذوا هذا الملعب ثانيا نحمل شعبة الزراعة متواطئة مع الشخص اللي اخذ هذا الملعب من يقبلها تقبلون بهذا الملعب نحن نسل لك كمان قبل على رسالة هذا المقطع هو انذار الى الشخص اللي يريد ياخذ هذا الملعب ثانيا والله نسوي عصيان مدني ونقطع الشوارع وهذا الملعب ما نطيب بروح بالدم نفديك يا عراق بروح بالدم نفديك يا عراق بروح بالدم نفديك يا عراق يعني شوفوا الشعب من يوم يومه هو يقول بروح بالدم نفديك يا عراق نفدي البلد وعدنا سياسيين ما مهتمين بالبلد لانه هذا اللي دي يصير هاي بدل ما تبنون مراكز للشباب طبعا للي ما يعرف من جيل الجديد اللي وراء الالفين وثلاثة ودول الجوار العراق من سبعينيات القرن الماضي كانت بيه مراكز للشباب مراكز للشباب يستفادون من الطاقات الشبابية بداخل هاي المراكز والشباب بالمناطق العراقية بكل مناطق العراق الشعبية وغير الشعبية اكو مركز شباب للتنفيس عن شباب ووالدي واحد من الناس اللي اول تعيين الى بحياته لما يتخرج من الجامعات العراقية ومن جامعة بغداد في سبعينيات القرن الماضي كان في مركز شباب اما اليوم بالعراق حتى ملاعب كرة القدم والمتنزهات والكورنيوشاهات وا 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 واللي هي المساحات الخضراء او المتنفس لأهالي المناطق في عموم محافظات البلد ديستولون عليها بحجة الاستثمار اللي ما حد يشوف من الشيء احمد الحديد يعلق حسبنا الله ونعم الوكيل الملعب المتنفس الوحيد لناحية حماميات يجب على الجميع الوقف لإيجاد حلول سريعة للشباب سعد محسن يراد لكم وقف احتجاجية لجميع رياضيين تاجي لحل هذه المشكلة أمام لجنة الشباب والرياضة محمد حسن حسبنا الله ونعم الوكيل يعني دولة ما تحمي شباب من الضياء ومن تنحرف الشباب يجون يذبوهم بالسجن خواب عالج الموضوع وخلي الشباب تلتهي بأشياء إيجابية مثل كرة القدم أحمد كريم هذا الملعب يعد من أقدم الملاعب في القضاء ويعتبر متنفس لشباب المنطقة والمناطق المجاورة ولكن أصحاب النفوس الضعيفة الذين غلب عليهم الطمع والجشع يحاولون بشتى السبل أن يستولوا عليه على جميع رياضي القضاء أن تكون لهم وقفة جادة وإلا ستصادر ملاعبكم تبعا نانا نريد أن ننقل معاناة قضاء الحماميات والشباب في خسارة ملاعب كرة القدم وكافة المتنفسات أو المتنسات الشبابية إلى عدنا أن درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة ولجنة الشباب في البرلمان ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء حسوا بشباب العراق لأنه أكو شاب علق على قضية وقال أنتوا ليش تجبرون الشباب العراقي أن ينحرف ومن ينحرف وتلزموا تدبوا بالسجن ليش ما تعالجون القضية وهي هاي أس القضية عبد الرزاق من بابل حياك الله حياك الله أستاذ أفل بلم حيا غالي بالنسبة للوضع ما أستاذ أفل أنت تعرف كل الزيان بأنه نحن جاي نعيش تحت حكم المافيات والميليشيات التي تتحكم مصير هذا البلد التي تنطي قراراتها وتفرض إرادتها على الشعب في كافة المجالات باختصاب الأراضي اختصاب البلاعب السيطرة والاستيلة على المؤسسات الدولة فإحنا ما اليوم القانون مغيب فلا تتعجب ولا تتأثر ولا تضوج من الشوف يعني يستيطرون لك على الأراضي يستيطرون لك على المحرمات ما للشعب فهذا هو الواقع اللي احنا جاي يعني نعيشه أذكر أفد مقوى اللي في الخلدون يقول عندما تنهار الأوطان تأمل فوضى والخراب والدمار فهذا اللي احنا يعني من بعد 2003 والله وذا سيطر صراحة يا سيد أفد يعني خلينا أحكيه لك صراحة العراق مسكين والله هذا البلد مسكين يعني ما يعني يعني صار حكم مصر تحت إرادة أو تحت إيد اللي تقدره تقدر الشعب الشعب العراقل يا أخي الشعب طيب بكل المواقف يعني احنا من من الثمانينات للتسعينات تحت غضاء ويعني سلطة الرفيح واليوم احنا بالألفينات تحت حكم وجهل الحجي والشيخ فأخي ما إجانا يعني لحد من الثمانيات لحد هذا اليوم ما إجا شخص يقود هذا البلد ويقود إلى بر الأمان يعني إحنا تفضل من الثمانينات من إجا شي اسمه حكم البعث حروب مدمرة إجاوا دولة يعني نفس الحالة ما شكنا راحة لا شعبنا استقر ولا بلدنا استقر يعني من دون شعوب من دون البلدان ومن دون شعوب إحنا جاي نعيشهم مخاب جاينا نا شكرا شكرا لك أخي عبداللزار حتنا على فلاي بغداد البارحة لأنه الكل يعرف أنه فلاي بغداد المنعت من الطيران بسبب إدراج شركة فلاي بغداد على لوائح الإرهاب الأمريكية وعلى وائح العقوبات الأمريكية عفوا عرفنا أنه أكو معتمرين عراقيين محجوزين بالسعودية بسبب امتناع الشركة اليوم عدنا معتمرين عراقيين دين تقدون شركة فلاي بغداد لأنه ابتنعت أن يتوفر بديل عبر شركات أخرى للطيران حتى يرجعون إلى العراق بسبب الغارة حالاتهم طالبوا المعتمرين الجهات الحكومية أن تدخل وتوفير طائرات بديلة لنقلهم ومحاسبة شركة فلاي بغداد على فسادها وعدم التزامها وحملوها مسؤولية اللي صار من تأخير واعتبروا أنه من واجب شركة فلاي بغداد أن تأمن رحلات بحال جد طارئ فعليها أن تؤمن طائرات أخرى لركابها خصوصا أنهما أتموا الذمم المالية وأسعار البطاقات على أكمل وجه بإشارة إلى إلغاء الشركة للرحلات من دون أي تأمين للبدائل خلونا نسمع رأي المعتمرين العراقين في المملكة العربية السعودية نحن معتمرين من كربلا عالقين في السعودية في مكة المكرمة وبسبب منع الطيران في بغداد وعندنا كبار السن لا يستطيعون من الرجوع في الباصات فرحمة محالنا ورأفة ميناء وبكبار السن نضطرنا طيران للرجوع إلى كربلا حاجزين طيران وطائرين من بغداد وطائرين من كربلا وطائرين من النجف إلى مكة والمدينة حتى يرحون يعتمرون يرجعون بباصات زين الفرق ما الفلوس منه يرجع لهم إياه سؤال في ليبهاي بعدين راح أقولكم شين السبب من جانب ثاني المعتمرين العراقين اللي حاشرين بالسعودية وعالقين هناك خلال مقطع آخر ناجدة وحكومة السودانية توفر حلول فورية حتى ينقلوهم من السعودية للعراق بعد أن كلفهم تأخير شركة فلاي بغداد لغاء الرحلات لهاي الشركة الغير راصينة والغير مهتمة بالمواطنين الكثير من الأموال القضية هنا أنه الناس سوت اللي عليها دفعت الفلوس اللي عليها وكملت كل التزاماتها لأن ماكوا شركة طيران تخلي مسافر يطير بالآجل صح؟ فهم دافعين إذن هم ما مجبورين يتحملون أسباب منع فلاي بغداد من الطيران بس الحكومة ووزارة النقل وسلطة الطيران مجبورة أن تحل مشكلة هؤلاء خلونا نشوف ليجاد حل المعتمرين اللي هم بحدود خمسة ألاف معتمر أو أكثر هؤلاء المعتمرين أغلبهم كبار سن ومرضى واللي أكثرهم نفذة المصروفة اللي اشترى بيصي يعني صاغة الأهلة وما يقدر يتمكن يرجع يحجز على شركة طيران أخر أريد حل من الدولة العراقية لأهلها العراقيين وتحرير جزء من حساب هذه الشركة فلاي بغداد لإيجاد حل لعوضة المعتمرين لأهلهم أريد حل لأهلها العراقيين في حال كانت معتبر العكومة العراقية العراقين أهلها هاي رقم واحد رقم اثنين المشكلة تعرفون وين وصلتني معلومة بالأمس من أحد اللي يعملون في شركات الطيران بالعراق وهو طيار يقول أنه جدت أوامر أنه نطير طياراتنا على متن أحد الشركات الأخرى ونروح إلى السعودية ونجيبه ونرجع لكن الإشكال وين يقول أكو فلوس لازم تندفع بالمطارات أولاً فلوس البنزيمة الطيارة اللي لازم تتفول بالطيارة قبل ما ترجع اثنياً فلوس المكان اللي توقف بالطيارة ثلاثاً فلوس البوابة أربعة فلوس الكاونتر اللي راح يفتح للمسافرين خمسة أجور العمال اللي راح يشيلون ويحطون الجنط اللي للطيارة ستة التنظيف وغير التنظيف بالمطار سبعة هواية من الأمور اللي مفروض مدفوعة اللي مينو دفعها؟ دولة دولة دفعوا فلوسها كاملة لما نحجزوا على متن فلاي بغداد والهال سبب لما توقفت فلاي بغداد عن العمل سلطة الطيران المدني ووزارة النقل ورئاسة الوزراء مجبرة أن نترجعهم بطيارة مو بسيارة الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود يانا من الحاج مثلنا هذا لو دولة بها قانون عادل كان يأخذون تعويض على هذه البهذلة مساكين شنو ذنبهم تبهذلون الناس هيتش دول تبع الطائرات خاصة من أجل المواطن بس العراقي يدفع فلوسه بفلوسه يشبع قهر بالمطارات أبو عراق المكسوسي هي الحكومة تتعمد هالشكل حتى الطيران بالعراق يصبح أفشل من الفاشل والحقوق يدو الفقار المعموري ماكو حكومة تخلي حد لشركة فلاير بغداد وخالد السيد جاسم العبادي معقولة كل هذا يصير بالمواطن العراقي مع الأسف هو منتخب العراق سنة 2007 جاب كأس آسيا ومدازولة طيارات رجعة الفساد والإهمال يقيان الطيران المدني العراقي في دائرة الحضر الأوروبي هذا هو عنوان الانفوغرافيك اللي صلت به قسم التواصل الاجتماعي الضوء على الفساد المستشري بالعراق واللي انعكس على سمعة الطيران المدني العراقي وخلاه في دائرة الخطر والحضر الدولي خصوصا بعد العقوبات الأخيرة اللي وجهت إلى شركة فلاي بغداد سيئة الصيد خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك ترجمة نانسي قنقر حركت عن مدرج وطلقت الطيران العراقي المدني مهدد من حيث شوء صيانة الطائرات بسقوط طائرات المترجم للقناة 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 هذا كل ما موجود يانا في حلقة صوتكم من برنامجكم اليومي لهذا المساء نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج جديد بمواضيع جديدة باتشر بإذنه تعالى بنفس الموعد انتظرونا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر